لكن خلونا بس في البداية كمان نروح معاكم لأخبار نادينا العظيم النادي الأهل هيا النادي الأهل النهاردة الفريق الأول واصل تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة استعدادا للارتباطات طبعا القادمة خاد اللاعبين فقرات بدنية مكسفة قبل طبعا التدريبات التخصصية في دوق البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني طبعا حضراتكم عارفين النادي الأهلي كان خاد معسكر إعداد فيه طبعا في مدينة عجمان بالإمارات كان فيه مواجهتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتى الإماراتي وبيستعد النادي الأهلي أكيد دلوقتي لمباراة مهمة جدا مباراة شباب بوليس داد الجزائري اللي ان شاء الله فيه دور المجموعات لدوري أبطال أفرق كمان النهاردة مستر كولر المدير الفني لنادينا عمل أو عقد اجتماع مع الطاقم الفني المعاون على هامش التدريب النهاردة ووجه الاجتماعات لمنقشة العديد بقى من جوانب المتعلقة استعداد لمباراة اللي جاية للفريق الأولويات إيه وطبعا أولوياتنا هي مباراة بوليس داد الجزائري وتطرق طبعا في الاجتماع لكيفية الترتيب لمباراة بوليس داد وبرنامج إعداد الفريق عقب عودة إن شاء الله الدوليين وماذا كان في مباراة ودية ولا لأ هيخذها الفريق قبل مباراة بوليس داد طبعا كل ده بناء على عودة اللاعبين الدوليين والتدريبات الإسبوع ده إن شاء الله وزا ما بقول لحضراتكم يمكن الروح المعنوية مرتفعة جدا وعودة خلاص الجدية في التدريبات طبعا بعض اللاعبين الدوليين لسه موجودين في قد بوار ويعني حيعودوا إن شاء الله بسلامة الله كده ويعودوا إن شاء الله يعني بخير بدون إصابات عشان ينضموا للنادي الآلي بداية بقى مشوار الحقيقة مشوار طويل جدا جدا للنادي الآلي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القر معنا خبر سعيد الحقيقة الجمهوري النادي الآلي إن ريدا سليم ريدا سليم طبعا اللاعب المغربي الرائع بدأ المشارقة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية على هامش المراني النهاردة الصبح في التتش بالجزيرة والدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق قال إن ريدا سليم الحمد لله اكتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل اللي خضع عليه طبعا بعد إصابته في الكتف وبدأ يشارك بشكل تدريجي مع تدريبات المجموعة كلها كان مبارح طبعا السناء اللي كان مصاب أحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح شاركوا النهاردة في التدريبات الجماعية استعدادة طبعا العودة للمباريات والشيء الجيد كمان إن علي معلول نجمينا رجع طبعا عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كاس الأمم الأفريقية انتظم بشكل كامل في تدريبات الفريق